أهلا بكم تأثرت المرأة العراقية كثيرا في حقبتهما بعد عام 2003 واستمرت معاناة النساء في العراق في هذا العام كما في الأعوام السابقة كانت تبرز معاناة المرأة العراقية في العام 2018 الفقر والازدياد الكبير في نسب الطلاق وزيادة عدد الأرام اللواتي بحاجة إلى رعاية اجتماعية ومادية مستمرة وزارة التخطيط كشفت عن عدد المطلقات والأرامل وقد تجاوز العدد مليونين أما مفوضية حقوق الإنسان في العراق فكانت نسب الطلاق فيها الأعلى في الزجيجات الجديدة وعند النساء الصغيرات السن وكشفت منظمات يومان رايسوش والعفو الدولية ورابطة النساء الدولية للسلام والحرية كشفت أن النساء العراقيات كنا عرضة للعنف المتنوع وقد أكدت وزارة التخطيط أن 36% من النساء المتزوجات تعرضن لأشكال من الإيداء النفسي وأن 23% منهن تعرضن لمعاملة لفظية سيئة وأن 6% منهن تعرضن لعنف جسدي هذا وأكدت الأمم المتحدة أن أعلى مستويات المخاطر المحيطة بنساء العراقيات هي في مناطق الحرب والنزوح منظمة العفو الدولية اتامت السلطات الحكومية في العراق بممارسة العقاب الجماعي على النساء وأطفالهم أما مديرية مناهضة العنف ضد المرأة في أربيل فقد كشفت عن تسجيلها 3000 شكوى عنف ضد النساء في بداية عام 2018 وسجلت أيضاً 58 حالة انتحار و 13 جريمة قتل و 31 محاولة إحراق للنساء في كردستان العراق وكان أيضاً العام 2018 حافلاً بأعمال اغتيالات دموية للناشطات العراقيات مثل اغتيال الدكتورة سعاد العلي في البصرة وخبيرة التجميل رشل حسن التي اتهمت بتنفيذ هذه الاتيالات تهمت بها الميليشيات الطائفية ترجمة نانسي قنقر